السلام عليكم ورحمة الله وبركاته النهاردة ان شاء الله هنستعرض مع بعض حل أهم باراجرافات يونت 5 الوحدة الخمسة للصف الثالث الاعدادي ترم أول 2024 Let's get started أول باراجراف معانا بيقولك اكتبعان A biography of an Egyptian student لطالب مصري who won an international award فاز بجائزة عالمية أنا هلا كتبت عن البش مهندسة سامر عبد الفتاح أبيوغرافي of سامر عبد الفتاح سيرة ذاتية لسامر عبد الفتاح سامر عبد الفتاح كانت مهتمة بالفضاء كانت تريد أن تصبح رائدة فضاء After she finished school بعد أن انتهت من المدرسة She went to Cairo University ذهبت إلى جامعة القاهرة To study space engineering لكي تدرس هندسة الفضاء While summer was at university بينما هي كانت في الجامعة A space technology company في شركة فضاء تكنولوجية Had a competition عقدت مصابقة Students الطلاب had to design كان عليهم أنه هما يصمموا a hyperloop نظام الhyperloop ده نظام نقل سريع جدا فوق السرعة A new very fast form of transport يعني ده نوع من أشكال أو شكل من أشكال وسائل الموصلات الجديدة السريعة جدا That travels above the ground اللي هي ممكن تسير أو تسافر فوق الأرض Summer decided to enter the competition قررت summer أنها تدخل المصابقة And asked other engineering students والطقوي كمان طلبت من طلاب الهندسة الآخرين From the university المقدم في الجامعة To join her team ينظلموا الفريقها Her team was the only one from Africa الفريق بتاعها كان هو الوحيد من أفريقيا They worked hard عملوا بجلب And they won the competition وفازوا بالمصابقة Now she is a space engineer الآن هي مهندسة فضو ثاني حاجة معنا النهاردة A biography of my role model صيرة ذاتية لقدوتي ممكن يجي يقولك اكتب عن قدوتك أو يقولك A biography صيرة ذاتية Of a person I like most صيرة ذاتية لأقصر شخص أحبه ممكن يجي يقولك اكتب عن قدوتك أو أقصر شخص بتحبه الاثنين زي ما تكتب مثلا عن أي حد من أفراد أسريتها أحد من الشخصيات العامة المشهورة وهكذا أنا هنا كتبت عن جدي The person I like most الشخص اللي أنا بحبه أكتر حد is my grandfather هو جدي He was born in a poor family هو ولد في أسرة فقيرة He wanted to be a famous doctor كان يريد أن يصبح طبيبا مشهورا So he studied very hard عشان كده هو ذاكر بجدي جدا to achieve his goal لكي يحقق هدفه My grandfather جدي was very clever كان ماهر جدا at school في المدرسة نجح في كل الامتحانات وفاز بمنحة رصية ممكن يدرس بيها في جامعة in London في انجلترا واصبح جراحة مشهورة He returned home عدل الوطن and worked in a big hospital وعمل في مستشفى كبيرة عمل في مستشفى كبيرة He helped all people ساعد كل الناس He needed help اللي كانوا محتاجين مساعدة He examined هو فحص the patientess المرضى Also أيضا He helped the poor كان برضا بيساعد الفقراء He gave them أعطوهم money نقود He donated money تبرعه بالنقود to the charities للجامعات الخارية He is very old now هو كبير السن جدا and All people كل الناس love my grandfather بيحبوا جدي For me بالنسبالي My grandfather جدي is my role model هو قدوتي He is very kind هو عطوف جدا and has strong character ولداه شخصية قوية He is a great man هو رجل رائع I want to be like him one day أريد أن أصبح مثله ذات يوم ثالث حاجة معنا a biography cera zati of a famous sportsman cera zati لشخص رياضي مشهور ممكن برضي يقولك اكتب عن a biography cera zati of a famous person لشخص مشهور برضا ممكن نكتب عن شخص رياضي أو أي شخصية عامة أخر كي طيب أنا هنا كتبت عن الكاتب محمد صلاح محمد صلاح is my favorite sportist star محمد صلاح هو نجمي الرياضي المفضة he was born in a village هو ولد في قرية in غربية في الغربية محمد صلاح is one point seventy five meters tall طول متر خمسة وسبعين سنتي he is polite هو مؤدب and hard working وجات في العمل محمد صلاح has got a big smile لديه ابتسامة كبيرة he has played for many teams هو لعب الصالح الكثير من الفرق الرياضية he also هو أيضا plays for the Egyptian national team هو أيضا بيلعب لصالح الفريق القومي المصري he scored many goals أحرز الكثير من الأهداف for our national team لفريقنا القومي he played for هو لعب أيضا لصالح لصالح فرق في إيطاليا now الآن he plays for Liverpool in England دلوقتي هو بيلعب لصالح فريق Liverpool في انجلترا and scored many goals وأحرز الكثير من الأهداف Liverpool is a very good team Liverpool ده فريق جيد جدا I like the way in which they play أنا بحب الطريقة اللي بيلعبوا بيها players اللعيبة are so active نشطين جدا صلاح is a kind person صلاح شخصية طيبة he has lots of fans عنده كثير من المشجعين والمعجبين بي I like محمد صلاح أنا بحب محمد صلاح آخر حاجة معنا النهاردة a biography of a person with a great job صيرة ذاتية لشخص لديه وظيفة رائعة my uncle أحمد عمي أحمد is a businessman رجل أعمال his job وظيفته is great رائعة he worked very hard بيعمل بجد جدا he has traveled to many other countries لقد سفره للكثير من الدول الأخرى for business من أجل أعمال التجاري my uncle was born عمي ولده in Cairo في القاهرة in 1960 سنة 1960 he was a clever student كان طالب ماهر he studied very hard وكان بيزاكر بجد جد عندما انتهى من الجامعة عندما انتهى من الجامعة he got a job حصل على عظيفة with a big company في شركة كبيرة he gained great experience هو حصل على خبرة رائعة من الشركة دي after making a larger sum of money بعد أن قام بتكوين مبلغ كبير من المال he opened افتتح his own company شركته الخاصة in 2000 سنة 2000 I think I think he has got a great job أعتقد أن هو لديه وظيفة رائعة he is the manager of a team هو مدير لفريق of people من الناس and they have meetings وعندهم اجتماعات everyday كل يوم he can speak English very well هو يستطيع أن يتحدث اللغة الإنجليزية جيد جدا بطلق last year العام الماضي he traveled هو سفارا to London and Paris للندن وباريس I want to become a successful businessman like my uncle أريد أن أصبح رجل أعمال ناجح مثل عمي خلصنا سيشا النهاردة تمنيتي لكم بدوام التوفيق والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته